نعيشها ومعنا عضيف جديد نحب نتعرف عليه يا باشا يا أستاذ راح فينا يا باشا يا باشا تأخرنا اي ده تعالى بس اتفضل دقيقة واحدة معلش دقيقة واحدة هنخلص على طول ماشا نتعرف بحركة باشا ماجد محمود فؤاد كم سنة ماشا 47 سنة 47 سنة اهلا وسهلا طب احنا النهاردة في حلقة النهاردة هننكلم على المشاكل والحاجات اللي حصلت بعد الصورة وان الناس ما باش فيه اخلاق وكلام ده طبعا انت ملاحظ اه طبعا كل شيء باين وظاهر الناس يعني ما باش فيه اخلاق ولا ادب ولا اي حاجة نهائي ما فيش اي حاجة من دي دلوقتي موجودة ومن قبل كده كمان حاجة مجاوزة ماشا بين البنين بين البنين اه بين البنين يعني فيه جهاز مهم في الدولة سرق مني حيوانات منوية ولا احف رحم ام شايماء حسين المنيري وخلفت تلت بنات بالطريقة دي من غير ما تجاوز وانت عارفهم هم فين دلوقتي هم معموم بس انا عارف بيت اهل اموهم لكن بيتها هي ما عرفش هو فين لانها تجاوزت بعد كده واحد من الجهاز الحاكم دوت وخلفت منه عيال تانية لف عليها وخدها مني يعني وكلام ده يعني ايه اللي حصل ليه اللي حصل علشان انا ضحية العملية للمخابرات الاسرائيلية في مصر اكتشفتها للمخابرات المصرية وعلى اثارها قامت بتعذيبي 25 سنة لغد الوقت هل تجاسوس يعني او لا لا انا المخابرات الاسرائيلية زرعتني في مصر سنة 65 في عيلة مسلمة مصرية زرعتك ازاي يعني بدلتني الطفل اليهودي تزرع في عيلة مسلمة والطفل المسلم راح الى يهودية عملية للمخابرات الاسرائيلية وفي حد تاني عارف الكلام ده ولا انت بس؟ انا والمخابرات خلونا اخلف تلات بنات من غير ما اتجوز وعملوا لي غسيل مخود ابوك وامك المسلمين او اليهود لماذا انت عايش معهم هنا؟ المسلمين توفوا الى رحمة الله اليهود ما اعرفش عنهم حاجة خالص انت بتعرفش مراتك فين او عليك فين؟ لا هي مش مراتي لان ما اتجوزتهاش هي خلفت مني بس ستلقح صناعي الجهاز الحاكم عمل فيا كده عشان اصلي يهودي عشان يتحكم فيا وابعت اخت امره انت سغاليا باش؟ انا محامي على المعيش اه اعملوا لي غسيل مخ ودوني على غاقيرها الواسة وخلوني مجنون رسمي على الورق يا انت معاك ورق يثبت انت مجنون؟ معايا ورق يثبت اللي انا مجنون رسمي ومعيش اي حاجة تثبت اللي انا بكامل قوية العقلية الكلام اللي انت بتقوله ده برضو مش تمام يعني الكلام ده حقيقي احيانا الحقيقة بتبقى اغرب من الخيال انا ضحية العملية فشلة للمخابرات الاسرائيلية في مصر انت تعرف الكلام ده ممكن يوديك فيده انا اريضي فيده اريضي فيده فانا انا تمتع بكامل قوية العقلية وعيش مجنون رسمي انا ممكن اروح معك فيده برضو ممكن ممكن هاكت بجد هتبدي افده هاني او ايه والله يوم المخابرات مش هتحتك بيكو او الجهاز الحاكم ده مش هيتحتك بيكو ويحتك بي انا بس طب انت حركة وتجاي منين كده انا جاي من نادي الشمس تعيدوا في نادي الشمس وديك صاحب بقى اصدخاء وكده او او صاحب كتير اه طب انت في يجولك بقى دول يعملهم مثلا تحريئات تحقيق كلام من ده لا هم مرقبين تلفوناتي هم مرقبيني مرقبينة يعني هم مرقبينة دلوقتي؟ عكيد طبعا او شايفينة دلوقتي وإحنا بنصور شايفينة وإحنا بنصور؟ ده عكيد وراجل اللقاء ده معهم ولا ايه؟ لا 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 طيب إحنا دلوقتي يا أستاذ ماجد يعني طبعا انت حالتك دي يعني أنا مكنتش فاهم كده إحنا كنا بنتكلم على أساس إن المشاكل البلد وطلع إنت عندك مشكلة أكبر من مشاكل البلد لا مشكلة أكبر من مشاكل هنا كنا نتكلم فيها هنا كنا نتكلم عن التحرش الجنسي والبلطاجة أعيز أقول لي حضرتك حاجة المخابرات العامة المصرية أو الجهاز الحاكم ده مارس معي إرهاب الدولة خمسة عشرين سنة وحاولوا قتلي في اسطنبول وفي مصر بطريقة بان شبه طبعية وسجلوني في عضية تعاطي مخدرات وعزبوني في السجن في مجنون يتسجن أنا مجنون رسمي في البلد دي في مجنون يتسجن ست شر في عضية تعاطي مخدرات أوه قل انت ازاي بقى أنا معي ثلاث أوراق تسمت اللي أنا مجنون من نقابة المحامين من وزارة الدفاع وأختي حاجرة علي في واحد بالمواصفات دي يخل ساكن فينا أستاذ ماجد؟ أنا ساكن خمسة أحمد نجيب هاشن هنا في مصر وورانا هنا يعني كده؟ عايش مع حد ولا لوحدي؟ لا عايش لوحدي هل تشرب حاجة؟ اه انا باشرب حشيش وخامر عشان انسى اللي اتعمل فيها ها هل تاخد أي علاجة أو أدوية؟ عم استمروا يدوني أدوية 25 سنة لأن طبعا أختي المسلمة المصرية مش هادرة تصدق الموضوع ده فاكراني بخرف وفاكراني مجنون لأن أي حد هيسمعني بقولي الكلام ده هيقول عليها غير طبيعي وبخرف طبعا يعني بس بلسة لغاية دلوقتي بتتبيني حونة موديكيت الموضوع ده بقى لو اديها باشا معاك؟ الموضوع ده من ثمانية وتمانين واستمروا معايا غسيل مخوا وعقا خيرها الواسع 15 سنة وأنا اللي كشفت لهم عن الغواصات النووية الإسرائيلية من 13 سنة سنة 2000 هل تتعرف يا جمعة الشوان وناس دي ولا؟ قدوا العمل مصريين على اليهود أنا زي ما مصر زارعت رقفة الهجان في إسرائيل إسرائيل زارعتني هنا بس أنا اكتشفت هنا وتعذبت ودفعت التمن ما معدوماتش ليه ولا موتوك ولا كده؟ حاولوا قتل المليون طريقة بس تبانك بطريقة شبه طبيعية علشان عارفين ان اليهود ورايا مش عازين الموضوع يعني يبقى مفضوح يعني؟ لا عم بيحاولوا يلموا وانا عمال أشرد لهم أنا نزلت الموضوع على الفيسبوك في النت طب أنا متعلي كده أستاذ ماجد ان احنا يعني لازم نعمل حلقة معك بعد كده حلقة كبيرة شوية ونقعد بقى نتكلم بقى لأن الموضوع كده ده هيطول أنا كنت عايز أتكلم في حاجات بسيطة بس إنت دخلتنا كده في حاجات مشاكل الجامدة بصراحة ومحتاجة قاعدة